في مدينة أمدرمان السودانية تزاد وطيرة الاحتجاجات والمظاهرات ضد ترد الأوضاع في البلاد وبحسب وكالة الأنباء السودانية قتل ثلاثة محتجين خلال تفريق الشرطة للمظاهرة وقالت الوكالة إن المدينة وهي ثاني أكبر مدن البلاد شهدت أحداث شغب وتجمعات وصفت الشرطة بغير المشروعة حيث تم تفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع في إطار مظاهرات مستمرة منذ أسابيع وذكر شهود أن الشرطة طاردت المتظاهرين في الشوارع الجانبية حيث أعادوا تنظيم أنفسهم لاستئناف الاحتجاجات وأضاف الشهود أن المئات أغلقوا طريقا رئيسيا ما زاد من توتر الأوضاع في شوارع مدرمان كان البشير قد تعهد أمام آلاف من أنصاره في العاصمة الخرطوم بالبقاء في السلطة على الرغم من المظاهرات إلا أن خطابه لم يفلح في تهداءة الاضطرابات على الرغم من معود بتحسين الأوضاع حيث خاضت قوات الأمن معارك مع المحتجين في مدينة أم درمان على ضفة مقابلة من نهر النيلة وينظم المحتجون مظاهرات شبه يومية منذ أسابيع للتعبير عن غضبهم من تدهر الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدل العملة الأجنبية تأتي للترابات بينما يمضي الحزب الحاكم قدما في خطط لتعديل الدستور بما يسمح للبشير بالبقاء في السلطة لما بعد فترته الحالية التي تمتهي في العام 2020